نقطة كمان النهاردة اتحال الافريكي للكورة القدم اتكلم عن فكرة انه يبقى فيه بطولة اسمها بطولة السوبر الافريكي دورة السوبر الافريكي دورة السوبر الافريكي هي بطولة اشرحها لحضراتكم ببساطة هيبقى فيها تلات مجموعات هي هتبقى على فكرة بديلة دورة ابطال الافريكا هيتم إلغاء دورة ابطال الافريكا وهتلاعب بطولتين اقل من دورة ابطال الافريكا والكونفيدرالية والبطولة الأساسية بتاعت الأندية في القار الأفريقية يبقوا اسمه دور السوبة للأفريقية دور السوبة للأفريقية ده فكرته إيه؟ هم عايزين يعملوا تلات مجموعات كل مجموعة فيها 8 فرق يعني بنتكلم في 24 فريق يشاركوا في هذه البطولة يتم اختيارهم إزاي؟ إزاي الأول بقى أخذ اتنين من الدور المصري أخذ اتنين من الدور المغربية أخذوا أحد مش عارف من الدور بوركينا لا هاخد الفرق اللي هي الأعلى اللي 24 الفريق الأعلى في تصنيف الكاف في آخر خمس سنين اللي 24 فريق الأعلى في تصنيف الكاف في آخر خمس سنين طيب هيتقسموا إزاي؟ هيتقسموا تلات مجموعات مجموعة فيها شمال أفريقيا ومجموعتين آخرين مجموعة غرب أفريقيا ومجموعة جنوب وشرق أفريقيا ده معنى إيه؟ إنه هيقرب شوية الشكل الجغرافي يعني الأهلي والزمالك لما هيلعبوا في مجموعة فيها 8 فرق هيلعبوا مع مين؟ هيلعبوا مع الوداد، مع الرجاء، مع الترجي، مع النجم، مع شباب بلوزداد، مع التحاد الجزائري هيلعبوا مع الفرق الكبيرة في شمال أفراقيا في مجموعة واحدة هنتخيل مجموعة من ثمان فرق هقولك على سبيل المثال مثلا فيها الأهلي، الزمالك، الرجاء، الوداد، الترجي، النجم السحلي، المريخ، الهلال، السوداني تتكلم في فرق قواية جدا في شمال أفراقيا دي في رأيي رغم أن فيها عليها خلافات هتبقى مميزة هتبقى مميزة وهي بفهم نفسها أكبر وترحمنا شوية من موضوع السفر في القارة الأفراقية والسفر البعيد أنت بتتكلم في دول الجوار، دول جنبك يعني هيصعد من كل مجموعة خمس فرق يعني كل مجموعة من التلاتة فيها ثمان فرق هيصعد من كل مجموعة خمس فرق هيبقوا كم فرق في دول 16؟ خمستاشر فريق هيختاروا أفضل سادس في الثلاث مجموعات يصعد مع الخمس فرق دو عشان يبقوا 16 فريق في دول 16 بكات لعب زهب وعودة زي دوري أبطال أفراقيا البقائين اللي هما السادس والسابع هيلعبوا مع بعض دوري كده اللي هيكسب فيه هيفضل مكمل في هذه البطولة العام القادم واللي هيخسر هيهبط مع أصحاب المركز السامن في المجموعات يعني أصحاب المركز السامن في المجموعات اللي في المركز السامن هيهبطهم ويهبط معهم الخسران في دوري السادس والسابع وبعد كده ياخدوا من البطولتين التانيين البطولتين التانيين اللي هما هيبقوا أصغر شوية زي الكونفيدرالية كده هياخدوا منهم السنة اللي بعدها الفائس فيها أو صاحب المركز الأول والتاني يلعبوا في دوري السوبة الأفريقية كلام على 20 مليون دولار جواز في هذه البطولة الكلام أنه ده كان اقتراح من البنتين ورئيسة حد دولي ووافع للكاف ووارد أنه يتطبق في أغسطس القادم في شهر 8 اللي جاي ده وارد كل ده وارد خدوا بالكم أنا أقولت لكم ده كله دي المعلومات المسربة عشان كده بقولك أو أو دي المعلومات المسربة لم يصدر من الكاف شكل رسمي لهذه البطولة حتى هذه اللحظة ولكن الكافس تطلع رأي بعض الأندية النهاردة في هذه البطولة وكان منهم النادي الأهلي اللي رحب بشكل مبدئي بهذه البطولة لحد ما يسمع تفاصيله ويعرف الجواز المالية وخلافه في هذا العمل